بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم نرحب جميع الطلاب والطالبات في الصف الثاني الثنوي ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد وقبل أن نبدأ وإياكم بالآيات من سورة البقرة نأخذ أهداف الدرس فمن أهداف أولا طلبوا الأجر من الله سبحانه وتعالى وثانيا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالي من الأخطاء وأيضا تطبيق أحكام التجويد والتلاوة بتدبر وخشوع من أداب تلاوة القرآن الكريم أولا الإخلاص لله عز وجل والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنظافة وذلك باستخدام السواك قبل قراءة كلام الله عز وجل وأيضا الاستعادة في أول القراءة كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأيضا البسملة وتكون البسمة في أولي السور كما أنها تجوز في وسط السور وتحسين الصوت بالقراءة الكريم والقراءة بتدبر وخشوع والتسبيح عند آية التنزيه وأيضا سؤال الله عز وجل من فضله عند آيات الوعد كسؤال الله عز وجل الجنة وأيضا الاستعادة بالله عند آيات الوعيد كالاستعادة بالله من النار هذه بعض آداب تلاوة القرآن الكريم والذي انبغي لكل مسلم ومسلم يتحلى بها عند قراءة كلام الله عز وجل وقبل أن نبدأ وإياكم بقراءة الآيات من صوت البقرة نرجو من جميع الطلاب والطالبات فتح المصحف والمتابع منا حتى نهاية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم فلما أنبأهم بأسماءهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون بعد قراءة الآيات نأخذ وإياكم أهم الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ من قبل الطلاب والطالبات معنى هو الكلمة في قول الله عز وجل في قوله ونحن نسبح بحمدك عندما يقرأ الطالب أو الطالبة في قوله ونحن ربما يواجه الصعوبة في نطقها فنطق ونحن نسبح يعني النون مع النون يعني لابد من إظهار النون وضمها ثم بده النون الأخرى ونحن نسبح ونحن نسبح و أيضا في قول الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءِ كُنَا تجدنا شد على في كلمة وَعَلَّمَ وَعَلَّمَ آدَمَ وَعَلَّمَ آدَمَ ربما يقرأ الطالب والطالب ولا ينظر إلى الشدة فقراءته وَعَلَّمَ آدَمَ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءِ كلها و أيضا في كلمة أخرى في قولة عن زوجه فقال كيف تقرأ أنبئوني الباء هنا معلمت علىها كسرة أنبئوني كسر الباء أنبئوني فربما يعني الطالب يضم الباء فهنا الباء هنا مكسرة فقال أنبئوني أنبئوني وأيضا في قول الله عز وجل كلمة السماوات تلاحظوا معي هنا السماوات كم ألف هنا في ألف هنا فوق الميم أو هنا وكذلك بعد الواو السماوات وتلاحظوا معي هنا رسم المصحف العثماني يختلف عندما تكتب الكلمة بالعملاء هنا يختلف السماوات تجده واو هنا وهو ألف صغير ينتبه عليها السماوات هذه يعني هم الكلمات التي يمكن يقع فيها الخطأ من قبل الطلاب الطالب نأخذ بعد ذلك أيها الأحبة بعض أحكام التجويد بعض أحكام التجويد من أحكام التجويد في قول الله عز وجل كلمة إني جاعل في الأرض لو سألناكم ما نوع هذا الحكم من يعرف تفضل أحسنتم هنا تنوين أتى بعد الفاء من يكم معي والفاء من حروف الإخفاء الحقيقي جاعل في الأرض جاعل في الأرض هنا إخفاء حقيقي نأخذ بعد ذلك حكم آخر في قول الله عز وجل فقال أنبئوني تلاحظوا معي هنا في كلمة أنبئوني ميم واقفة يدل على هناك حكم ألا وهو من يعرف هذا الحكم هو الإقلاب أو القلب يعني إقلاب والقلب تسمية لا مشحتة في الاصطلاح طبيعي القلب تسمية النجزلي والامتقدمين والإقلاب وتسمية المتأخرين فهنا لا مشحتة في الاصطلاح يقال أقلب أو إقلاب أنبئوني أنبئوني وهذا الإقلاب من حكام من أي حكام من يعرف أحسنتم أحكام النون الساكن والتنوين أحكام النون الساكن والتنوين الأقلاب أو القلب طيب نأخذ حكم آخر من أحكام التجويد في قول الله عز وجل فلما أنبأهم بأسمائهم هنا ميم ساكنة طيب الأحكام من ميم ساكنة ميم ساكنة أتى بعد الباء والباء من حروف من يكل معي الحروف الإخفاء الشفوي هنا إخفاء شفوي أنبأهم بأسمائهم ميم ساكنة أتى بعد الباء والباء من حروف الإخفاء الشفوي أنبأهم بأسمائهم طبعا كلمة أنبأهم نفس الكلمة أنبئوني هنا إقلاب أو قلب لكن ميم مع الباء أنبأهم بأسمائهم هنا إخفاء شفوي طيب نأخذ حكم آخر وآخر أحكام أحكام النساك والتنوين في قول الله عز وجل وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ كلمة كنتم من أحكام النساك والتنوين فنقول نساكنا أتى بعد التاء والتاء من حروف أي حروف الإخفاء الحقيقي كنتم نكتب بذكر بعض أحكام نأخذ هنا بعض المدود بعض المدود في هذه الآيات بعض المدود من المدود في قول الله عز وجل وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ تلاحظوا معي هنا هنا علامة المد للملائكة طيب لو سألناكم ما نوع هذا المد من يجيب تفضل أحسنتم هنا مد متصل طيب لو سأل كيف نعرف أنه مد متصل لأن الهمز والمد في كلمة واحدة للملائكة الهمز والمد في كلمة واحدة للملائكة هنا مد متصل نأخذ مد آخر في قول الله عز وجل هؤلاء طبعا هؤلاء تجد هنا كم مد هنا فيها اثنان الأول طبعا هؤلاء الأول ما نوع المد الأول من يعرف خطئ مد من فصل الأول هؤلاء مد من فصل هؤلاء مد من فصل من рا망 المد الأول مد منفصل هؤلاء مد منفصل الثاني أولاء هؤلاء مد متصل هنا الأول مد منفصل والثاني مد متصل فرقوا بهذه الكلمة طبعا نأخذ آخر مد في هذه الآيات في قول عز وجل إني أعلم إني أعلم ما نعهذا المد من يعرف فضل أحسن تمد منفصل لأن الهمز في كلمة والمد في كلمة أخرى نكتفي بذكر هذه الأحكام النساك والمدود نكتفي بهذه الأحكام ولهناك أحكام أخرى ومدد أخرى الآن نقرأ وإياكم الآيات مرة أخرى أرجو المتابعة معي نقرأ الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعن في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون لأن قرننا الآيات مرة أخرى لو سألنا هنا هل هنا في هذه الآيات يعني قلق له من يجيب أعني أحسنتم هنا هنا قلق له في قول سبحانك هنا البا هنا مع علمتهم ساكنة فهنا قلق له قالوا سبحانك قالوا سبحانك طيب هنا قلق له هنا مراتب القلق له كبرى صقرى وسطى هنا وسطى قالوا سبحانك لا علمنا كذلك في لو أخذ سألناكم هنا علامات الوقف المصحف الشريف هنا علامات هنا تلاحظوا معي هنا على كلمة علمنا إلا ما علمتنا علمتنا هنا صلاة هنا وقف حسن تقف وقف حسن وكذلك في قول عز وجل هنا كذلك هنا صلاة كلها وقف حسن صلاة وقف حسن قال وقف تام مع الوقف الحسن يعني الوصل يعني لم تبدأ بقبل والوصل أولى الوصل أولى طيب هذه كذلك الرؤوس الآية هو هي سنة وقف عليها سنة في آخر الآية الحكيم وصادقين وقف عليها هذه الرؤوس الآية وقف عليها كما هو معلوم سنة طيب بعد ذلك نقرأ الآيات وارددوا معي الآيات ردوا معي الآيات نقرأ له مرة أخرى مع الترديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خنيفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم فلما أنبئهم بأسماءهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون الآن رددنا على الآيات توقف يا أبغا سأري كم من وقتها حين كم من وقتها حين عشرين لأنك أنت قلت نرجع للآيات وهي على مع السلامة خلاص نرجع نحن نخلنا على الشاشة بدلا من انتقل نخطي الله وهكذا انتهينا من الآيات من سرة البقرة ونؤكد على الطلاب والطالبات باستماع المصاح مرتلة حتى بإذن الله تكون التلاوة خالية من الأخطاء وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم لدس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته